اختتم المؤتمر الدولي الثلاثين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول فقه بناء الدول اختتم أعماله بالدعوة إلى مواجهة الخطاب الإقصائي لجماعات المتطرفة وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمع على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة ومحاصرة الإرهاب وأيضا محاربة التطرف وكذلك وضع عقوبات رادع للمنظمات الرعية للإرهاب أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعا بعدم التفريقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو المذهب مع إعطاء المرآة حقها كاملا غير منقوص فالمواطنة تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها وليس في جانب واحد منها كما تعني الإيمان بالتنوع وتعده صاءًا وطنياً ترجمة نانسي قنقر